أقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة جلسة مباحثات ثنائية مع سونجيو الرئيس التنفيذي لشركة كوات أنيرجي تناول اللقاء نشاط الشركة الحالي في مصر حيث أشهد الملة بالتقدم الذي تشهده مشروعات الشركة في مصر بمناطق برج العرب وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة للبترول بعدة مناطق تنمية بالصحراء الشرقية ترجمة نانسي قنقر